السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد من قناة كيم اوليا وجدكم فيديو جيد فيديوهات حنلعب لعبة لاستيبوك او حنتكلم ونراجع اللعبة مع بعض صراحة اللعبة عجبتني وحتى اللعبة اصل لفترة تقريبا بس طبعا اللعبة شبيهة بلعبة ديابلو اه لو بتعرفوا اللعبة ديابلو امورتا ديابلو فور ديابلو ثي كلها اللعبة اللعبناها حتى ديابلو اللي قبلها بس مشكلة لالعب هي انه بتوصل لمرحلة مبعد فيها محتوى فحاليا لسه انا اللعبة ما لعبتها بشكل كامل وصلت لفل واحد واربعين لماكس لفل مية فلحتى اصل لفل مية لحتى اقدر اقرر انه اذا اللعبة هيكون فيها محتوى الامان ولا لا بس للوقت الحالي يعني لفل واحد واربعين اللعبة الهلأ جدا مستمتع فيها طيب ابا ما نبدأ بنتكلم عن اللعبة اذا كنت تشبكوا في القناة تفعلوا الجرس تعطوني لايك اذا عجبكم المقطع طيب اول شي عندي شخصية انا وورلوك او ابيكو تيك اتوقع اسم الشخصية هلما تشوف اسمها مع بعض لبل واحد واربعين صراحة مستمتع جدا لهلأ ما مليت ابدا من اللعبة فخلنا نعمل لانه في اللعبة حتى فيك تلعب فيها اوفلاين عادي لو تشوفوا عنا هون علي صار فيك تلعب انك اوفلاين عادي مضروري انك تلعب اونلاين لللعبة فيك تلعبها تختيم يعني فنعمل اونلاين مرة ثانية وعندكم خيارين واللي هو السايكل والليغيسي السايكل اللي هو عبارة عن السيزونات والليغيسي هي هو الشخصيات بعد ما خلص السيزون بتروح عليها طيب خنفوت على السايكل فالكلاسات صراحة شكلها جدا جميل لو تشوفوا عنا اربع كلاسات فمثلا لو تختار الكلاس الاول اللي هو او خمس كلاسات عفوا الكلاس الثاني اخذ نحن الرقا والنينجا فبالنينجا نفسه في عندك ثلاث اختصاصات الرامي عندك السياف تقع اللي بيستخدم الخناجر وبرضو عنا الفالكون واللي هو بيستخدم الطير تبع وبرضو عنا هون اه لو نروح على الاول اللي هو البلدن او الفايتر هناك تسمينه سنتينل سنتينل اوكي عندك ثلاث خائرات وعندك منهم الفويد نايت وصراحة هجرب الشخصية هي لانه شكلها جدا خرافي بس حاليا عاما نجرب الورلوك ان الورلوك بيعمل دمج خرافي كمان وعنا البلدن اللي هو بيعتمد على هيل وكمان دمج فهو جدا خرافي تانك هيلر اه عنا الميج الميج في كمان ثلاث اشياء برضو والاشياء الجديدة يعني مثلا غير السلسرة والوزر اللي هم تعودين عليهم عنا بيستخدم مهارات وانه يقوم السيف تبع ويضرب فيه وبرضو عنا اللي بيستخدم وجدا صعب الاستخداء او اللعب الشخصية هي لانه انت عم تستخدم مهارات ورا بعض فبدك تحط المهارات الصحيحة لحتى تعمل او الخلطة المناسب لحتى تعمل المهارة السحرية اللي انتك تحملها جدا معقد وحنجرب الشخصية هي كمان في المستقبل ممكن نزل مقطع او لا حسب اذا عجبتكم اللعب هي او لا طيب برضو عنا الشخصية الثالثة والي هو البريماليست هوني عنا بقى بيوصل الدرويد لو انت تتحول على الوحوش او انك تكون انك تروض وشي وعنا كمان الشمان والي هو كمان نوع من النوع الشخصيات هي بيستخدم العناصر الطبيعة يعني ساحر طبيعي بك تقول بعدين عنا الاكوليت طلع اسمو وهون بقى الاقوى شخصيات حاليا موجودة في اللعبة لانه صراحة ان الشخصية لازم يعملوها وافضل شي عنا حاليا الورلوك الورلوك ده ميجو جدا خرافي عم بلعب فيه لفلي واحد واربعين عم بدر اني امشي وامسح الشخصية وامشي اه اعفوا امسح الماب وامشي وانا لسه مو عامل بلد كامل مجرد اني بس عم بعمل كم حاجة بسيطة وبعدين عنا لتش لعب فيه جدا خرافي وصراحة فريد من نوع باللعبة هاي وبرضو النيكرومانسر متعودين عليه اللي هو بيستدعي الوحوش و او انه يعني بيكون عنده جدا جنود كتير حوالي اه برضو النيكرومانسر واحد من الشخصيات القوية لانه انت وردي عم تبعت لوحوش تبعيتك وتقاتل يعني انا كورلوك لسه مفتحت كل المهارات عم بيستخدم بس مهارة من مهارات النيكرومانسر واللي هو استدعاء القولم القولم ما شاء الله هو عم يمسحل الخليطة وانا بس عم بمشي وراه وم جدا خرافي هاي بالنسبة للكلاسات خلنا ندخل الكلاس تبعنا اللي احنا فيه وبرضو نتكلم عن اللعبة من جوة ونشوف اذا اللعبة اه حلوة وفيها مميزات مثل مثل لعبة ديابل وفور كان فيها مميزات ولا هو عنا احنا الاحجار اللي بتركبها بالاسلحة بالدروع باللعبة هي ما في هيك شي بس في اه نوع اخر من الانواع هاي مثلا عن الاحجار بتركبها بمنطقة اسمها الادولس فانت هم بتركب احجار فيها مميزات طبعا مميزاتها بتختلف ففي الها اشكال وانواع فلو نروح مثلا على الصندوق طبعا هون لو تشوفوا عندي عدة انواع منها هاي اللونها ازرق فاتح عنا هون فبرضو في عنا ابراج مثلا او مو هذا اللي بعده هون مثلا عنا برج جدا كبير بس لازم يكون لاميج لو تشوف عنا هون علامة ميج فهذا حنبيعه يعني ندمره بعدين بالنسبة للمهارات فاحنا عنا بالمهارات لو تشوفوا موزعة هون عنا مهارات الشخصية العالية اللي هي او عفونا اكلت بعدين عنا مهارات البس فها دول بمفتح معك مع تطوير البس الفتريه شو اللي هي انت بتزود فيها نقاط اه لحتى تقوي الشخصية تبعيهتك فانت بتقوي نقاط هون تقريبا بعد عشرين نقطة بتوصل لهم مهمة معينة في الكامبين مو لي في المعين لازم توصل لمهمة معينة لحتى تقدر انك تختار التخصص طبعا انا اخترت ولو شوفه بس لسه فيني اضيف نقاط بالليد شوفيني اضيف نقاط بالليد شوفيني اضيف نقاط بالليد لحتى استفاد من النقاط تبعيتهم بس هون انت عندك اللي هي عنا هون راحة المهارة جدا خرافية لحتى تفتحها لاتن تكون ماستر فعنا اللي تشون عنده تتحول لريبر لحتى تبدأ تسحب دم الناس وتذبحهم جدا خرافي كمان والنكرومانسر عندهم بقى السومن الرث اتوقع واحد من اقوى السومنات اللي بيعملها النكرومانسر بالنسبة للقصة توقع اغلبكم حيسأل على القصة وقديش ممكن نتاخذ منك وقت لتنهيها القصة جدا كبيرة فلو تشوفوا عنا هون المكان اللي انا حاليا فيه عندي مهمتين فيه احنا قردين ماشيين بس المناطقية المنطقة الوحدة فيها اكتر من مكان توقع تروح وتخلص فيه مهمات وبرضه تشوف عنا هون كمان فوق انا معامل كم شغلة لسا عن المنطقة الجليدية هون اه ما توقع انه فيه في نكبر خريطة يا عمري احسن بكثير فلما نكبر خريطة حنشوف اكثر فلو تشوفوا عنه هون في مناطق انا عامل فيها مهمات هون عنه هون منطقة ما توقع انه واصلها لسا اه المنطقة هي واصلها هون منطقة هي اوكي عامل فيها كم مهم من بلا وهي كمان واصلها هون لسا ما وصلت لها وبرضو عن المنطقة هون لسا ما وصلت لها اه اوكي اللي عليها علامي هيك مثلا تسعة يريد انه انت فاتح انو كمنطقة منها اوكي. فعنا هون وهون لسه موصلت على المناطق هاي معنى لفلي واحد واربعين لفل مية. اه اتوقع انه هون هيضيفوا شيء لم يضيفوا شيء وانه في شيء اوكي في علامة كلام. اه برضو عنا المنطقة هاي عنا المناطق هاي برضو عنا طبعا كلها مساحتها كبيرة لنشوف كلها كبيرة نفس المساحة تبعى المدينة هديك. اه برضو عنا هون الديفاين ايريا. وبرضو عنا الايشنت ايرا. اشوفوا الايشنت برضو كبيرة وعنها مناطق جريدية ومتجمدة فكلها اللعب كبير جدا. برضو عنا اخر شيء اللي بتوصل عليه واللي هو. اوكي فتحت عندي هلأ واللي هو انا في المكان واحد منها. توقع عبارة عن مناطق تفتحها فيها مهمات اليك. اوكي فاتح المنطقة هاي ومناطق هاي انا. ففي مناطق كتير لو تشوفوا عنها ممكنك تفتحها بال. وتوقع انه ما كان حتى ترجع تتردد عليها لانه هي عبارة عن اه مناطق بتجي بتعمل فيها مهمات. طبعا في مجموعة كبيرة من المهارات. لسه احنا اتكلم عن المهارات. فلو تشوفوا عنا هون تكلمنا على الباسفات احنا تبعيتنا واللي هو انه انت اه كيف ممكن انك اه تقوي الشخصية تبعيتك عن الباسفات برضو عندك لو تشوفوا مجموعة كبيرة وعندك هون اه خمس خانات للاسكلات فلو تشوفوا هاي اللي سكلات تبع عندك سكلات الباسف وسكلات تبعك. طبعا مهارة واحدة هي اللي انت بتنفتح معك بس على الماستري واللي هي لو تشوفوا عنه نقاط نجوم هاي هاي المهارة خاصة بالماستري يعني المهارتين هذول مستحيلة قدر افتحهم واللي هو والمهارات البقية هيك فيني افتحها بس عن طريق اه تلفيلي بالباسف تبع مثلا لو بالليش هلأ اروحت لهون وحطيت نقاط لنقول خمس اه نقاط هافتح عشر نقاط هافتح الاورا ونفس الشي بالنكرومانسر كل هاي فيني افتحها مجرد ما احط نقاط بالنكرومانسر فبالورلوك نفس الشي لما اوصل على خمسة ثلاثين نقطة حاليا حاضط واحد ثلاثين فبعد اربع نقاط هقدرني افتح اللي هي المهارة اللي انا بدي اوصلها لحتى يكون بالتبعي كامل برضو عندك بنفس السكيلز تبعيتك هون في عندك النقاط الاول مهارات اللي بتحطهم فكل مهارة فيك انك تطورها من نفس المهارة كل ما لعبت فيها بس طبعا بس خبس مهارات فانا لو بدي ابنتل هلا مهارة بالمهارة ثانية فلازم اني ارجع من الليفل معين هي تلتعش ممكن يعطوك خمس لبلات مجانية فقط انك تشتغل فيها بالبداية وبعدين حسب طبيرك باللعبة وكمان قتلك الوحوش هتزيد نقاط المهارات هاي فلو نضخم مثلا على المهارة هاي لو تشوفوا في شجرة كاملة المهارة بالتقويتها وتزويدها مثلا انك تغير شكل المهارة فالمهارة هي مثلا اللي انا بستخدمها لحتى اجيب دلع وهرب من الاماكن المهارة هي بالبداية انت متده تتحرك فيها بتكون انت ثابت في ارضك هاي ما ما بتمشي فيها تمشي بالشجرة تبعيتك وتوصل على النقطة هاي لحتى تقدر انك تبدأ وتمشي بالمهارة هاي تتحرك بالتجاه اللي انت عم تحرك فيه نفس الشيء بالنفس المهارة بالنسبة للمهارة هاي بالبداية ما حت تطلق على الناس بعد ديك انت بتطويرك حت تبدأ تطلق نفس الشيء بالنسبة للك سبعيتنا ما حت طلع لك الجدران العظمية هاي بالبداية لازم انك تطور تطويرها معينة وبرضو بالنسبة للتطويرها هاي او طبع الاعظام هاي فيك انك ما تختارها وتروح تختار مثلا شي تاني مثلا وكمان البداية الاجدار العظمي هيكون دايرة كاملة ما فيها اي فتحات تمشي من خلالها بعد هيك انت فيك تختار تطويرها هاي لحتى مثلا انك تزيد او تقلل تبع المهارة بسبب سبعين بالمية بس هيصير فيها اه فتحات بالجدران تبعيتها هذا هو كل شيء المقطع اليوم اتمكن ان المقطع يكون عجبكم اتسنا تطيء لايك على المقطع اذا عجبك وتكتب لي تحت بالكمنتات اتحاب ان نستمر على اللعبة هاي ننزل شروحات عنها ليش رح انظمتها بشكل تفصيلي حتى تكون سهلة الفهم لكم وبرضو اذا في لعبة تانية حاب ان نجربها برضو اكتب لاتحت بالكمنتات اسمها في نهاية المقطع بقول لكم في امان الله